ده مسلسل لعبة الحبار وده ملخص الجزء التاني لو ما شفتش الجزء الاول هتلاقيني سيبلك الرابط بتاعه في اول كومنت هتروح تتفرج عالجزء الاول وتخلصه هتنزل في اول تعليق هتلاقي رابط يجيبك هنا تاني الجزء التاني بيبدأ بالقائد وهو بيقوله الحراس يبدأوا في لعب اللعبة الرابعة فبيبدأوا يجهزوا اللاعبين ان هما يبدأوا اللعبة الرابعة ولكن ما بيبوش عارفين ايه هي اللاعبين بيخرجوا من العنبر وهم خارجين بيشوفوا جسس الحراس وكمان بيشوفوا جسس الدكتور وبيسمع صوت بيقول لهم ان المكان هنا مفهوش غش واللي هيفكر يغش هيحصل فيه نفس اللي حصل له القائد بيطلع القضاء بتاعته وبيجيله تليفون من واحد بيسأله ايه المشكلة اللي عندك ولكن القائد قاله انه ما عندوش مشاكل كانت مشكلة صغيرة كده وحلناه وطبعا القائد لسه لحد حلم ما لقاش الظابط اللاعبين بيبعوا قدامهم عشر دقيق عشان يكونوا فرق ولكن المرة دي فرق من اتنين فزي اللاعب تشد الحبل كده كله بيبقى عايز لعب قوي معاه ويبقى واثق انه هو هيكسب معاه سانغي اتفق مع علي انهم ما يبقوا تيم والبنت اللي اسمها جي يونغي بتروح لساي وبتقول لها ان هي عايزة تبقى هي وهي تيم وان هي هتبقى حريصة ان هي تخليها تكسب سيونغي بيجيله واحد وبيعرض عليه انه هو يكونه تيم مع بعض ولكن سيونغي في الوقت ده بيبصل للراجل العجوز اللي محدش هيرضي يلعب معاه طبعا وبيكرر ان هو يروح له ويمدي له ايده ويبقى هو هو الراجل العجوز تيم بيخلص الوقت والمفروض ان هم كانوا اربعين لعب ولكن بعدما الدكتور مات بقوا تسعة وتلاتين فمعنى كده ان هيبقى واحد مش هيلاقي حد يلعب معاه والواحد ده كان هان مين الخبرة بتبطل تسرخ وبتقولهم انا ممكن اعمل اي حاجة اي حاجة وتسيبون اعيش ولكن تصرخ ماما تصرخ ولا حد هيسمعن بيخشوا المكان اللي هيلعبه فيه وبيبقى المكان ده عامل زي حارة البلطاجي عملتين مع واحد من الرجال اللي بيسق فيهم وسانغي وعلي وساي وجي وطبعا سيونغ هو الراجل العجوز اللي بيكون عبارة عن كسين فيهم تأصصات بيليان الراجل العجوز اول ما بيشوف التأصصات بيقول له ده لعبتي وسيونغ بيبقى مبسوط ان هو مع اي واحد حريف طبعا ولكن للأسف بيسمعه صوب بيقول لهم على الساد اللي عبين يفهموا اللعبة كويس المطلوب من حضرتك ان انت تاخد العشرة تأصصات بتوع زميلك في مدة قدرها تلاتين دقيقة واللي هيخسر فيكو هيموت سيونغ هنا بينصدم والراجل العجوز ما بيبقاش فاهمهم ما بيقولوا ايه وده واحد كان بيلعب مع امراته فقدامهم حلم الاتنين يا يموت يا تموت واللعبة بقى هنا بتبدأ تتحول لاختبار اخلاقي او اختبار لغريزة البقاء الراجل العجوز بيسيب سيونغ وبيبدأ يسرح فسيونغ بيمشي قراب وقول له الله حاج عايزين نلعب فالله ابنت عبيت انت انا راجل عجوز علعب بيلي فسيونغ بيروح للحارس بيقول له هو مش عايز يلعب ولكن الحارس ما ردش عليه فسيونغ بيرجع له تاني وبيفضل يتحيل عليه ويعاية قدامه عشان يلعب معه وفي الاخر بيوافق يلعب معظم اللاعبين بيلعبوا لعبة التخمين يعني تخمن اللي في اي دي عدد فردي ولا زوجي لو خمنت صح تكس وفيه برضو اللاعبين تانيين بيختاروا لعبوا لعب تانية المهم في الاخر مايبقاش في عنف ساي و جي بيعودوا تكلمهم مع بعض تقريبا وحشين بعض والوقت عمالي عد علي بيكسب سانغ وبيبقى فاضل مع تخصص واحد فسانغ بيقول له ان انت كده بتخم وبيمسك فيه ولكن الحارس قال له من غير عنف الراجل العجوز بيزبط سيونغ وبيكسبه ولكن سيونغ بيستغل الفرصة وبيفتكر الكلام اللي الراجل العجوز ده قاله له انه هو مصاب بخرف فبيبدأ يضحك عليه وبيقول له انه هو الصح وبيقدر بالغش ده انه هو يكسب الراجل العجوز في الوقت ده بيكون سانغ بيقول لعلي يا ابني انت اخوية ومستحيل يا علوى يعني يموتونا لو فضلنا معنا التصصصات بعدما الوقت يخلص اكيد هيخلونا نصف مع فريق تاني برضو سانغ بيقناه فعلا ان هما هيصفوا مع فريق تاني لو فضل معهم تصصات هما الاتنين وبعدين بيعمل له عقد بالكيس بتاعه اللي فيه التصصات وبيقول له ان اللعيبة في اخر دي هتبقى بتتجنن وممكن حد يسرق منك الكيسي علوى كده اقمن ويلا علوى بقى ايه شوف لنا فريق نلعبه كده طريق السلامة انتها علوى في الوقت ده بيكون سانغ خد التصصات اللي مع الراجل العجوز كلها وبيروح للحارس وبيقولوا ولكن الراجل العجوز بيطلع تصصه بيقوله فاضل معي واحد وبيرجع تاني الراجل عجوز يصرح في ملكوت ربانه سانغ تاني بيرجع يجرى وراء وبيتحايل عليه انهم يلعبو فالرجل العجوز قال له هلعبك بس بشارت انت تلعب على كله وانا هلعب على كله والتصص اللي معي الصادت 19 اللي معيا ولكن سيونج قال له ده كده مش عادل انت كده ظالم قال له طب يا ابني مش هو ظلم ان انت تضحك على الراجل عجوز زيه عشان يعني انا عندي خرف تنصب عليا سيونج بيتفاجئ ان الراجل العجوز فهمه ولكن الراجل العجوز اماسك ايديه وحطت في ايه التصاص وقال له يا ابنيه انا خلاص ما قامتش عايز منها حاجة حتى لو قاسبت اخد الفلوس اعمل بيها ايه في الوقت ده بيروح سنغل الحارس وبيقول له التصاصاتها ايه خدتها من غير عنف وطبعا علي في الوقت ده برضو بيكون اكتشف ان هو اتضحك عليها والحارس بيروح يموت علي بعد ما بيكون فضل عشر دقائق ساي و جي بيبدأوا يلعبه ولكن جي بيتكرر ان هي تخسر وبتقول لها ان هي ما عندهاش حد برا انها ما انت يا ساي عندك اخوكي وعندك مامتك اللي في كوريا الشاملية اللي عايزة تجيبيها يعني وبتقول لها ان هي مبسوطة ان هي قابلت واحدة زيها وكده وبتموت وفي الوقت ده برضو بيموت الراجل العجوز وبيكسبسيونغ بيرجعوا اللاعبين للعمر بيلاقوا هم ايه لسه بتصحى وبتقول لهم ضرب النار ده كمع مزعج مزعج الواحد مش عارف ينام القائد في الوقت ده بيكتشف ان الدخيل في القوضة بتاعته وده لان هو بيحط السماعة دايما في اتجاه معين والزابط هو مش موجود كان رفع السماعة وحاول يتصل ولكن التليفون استقبال بس فحط السماعة لاتجاه الغلط القائد بيجيب القوضة من الاول وبيبدأ يدور عليه ويتكلم ويعلي صوته ولكن الزابط ما بيردش عليه بيفضل يدور في القوضة كلها لحد ما بينزل الارشيف وبيبقى على بعد خطوتين منه ولكن بيجي له اتصال بيروح بيلاقي الموج راما جوزة الحارس على الشط والحارس ده اللي كان قتله الزابط فبيعرف هنا بقى ان الدخيل ده هو الزابط وبيعرف طبعا اسمه ولكن بيجي له اتصال وبيقولوله ان الشخصيات الفي اي بي وصلت والشخصيات الفي اي بي دول هم اللي مولين اللعبة وطبعا كانوا بيتفرجوا على المراحل الاولى من اللعبة من بيوتهم ولكن بيحضروا بقى المراحل الاخيرة بيروح القائد يبلغ شخص اسمه المضيف والمضيف ده هو صاحب اللعبة ولكن المضيف قال له اتذر لهم وقولهم ان انا مش هقدر استقبلهم فبيروح القائد يستقبلهم وبيقولهم ان المضيف عنده مشاكل شخصية ومش هقدر يستقبلهم بياخدهم وبيعديهم القاعة الفي اي بي اللي هو محضرها لهم وبعد كده بتروح الشخصيات دي تغير وتلبس الروب عشان يستعدوا لللعبة الخمسة والزبط في الوقت ده بيثبت واحد من اللي هيقومه بخدمته وبياخد هدومه وبيخش الصالة الفي اي بي وبيبدأ يصور كل حاجة موجودة في القوضة دي الحراس بتفتح الباب على اللعبين وبيشيلوا اللعب اللي انتحر وانتحر لانه كان بيلعب مراته ومراته هي اللي خسرت بيتبقى 16 لعب والجهزة بتاع الانتحر بتنزل عادي في الحصانة بيخرجوا اللعبين عشان يستعدوا لللعبة الخمسة قبل ما بتدقى اللعبة الخمسة بيدخلوهم قوضة فيها ارقام والمطلوب منهم انه كل واحد فيهم يختار رقم الموضوع بيبقى صعب لان اللعبة لو بوقت احسن لك تختار الارقام اللي في الاول واللعبة لو ما بتعتمدش على وقت احسن لك ان انت تختار ارقام في الاخر عشان تكون اعرفت اللعبة فمعظم اللعبين بيختاروا الارقام اللي في النص ولا في الاول ولا في الاخر وبيبقى لسيونغ رقم واحد ورقم 16 وفي الوقت ده بيكون محتار فبيقرر ان هو يختار رقم واحد ولكن بيجي له واحد وبيقول له انا دايما كنت في المؤخرة نفسي يا استاذ مرة واحدة اكون انا اللي في الطليعة سيوم غالشان قال باب يض ساب له رقم واحد وفي تلك الاسناء بيكون الناس اللي فيه اي بي اللي هم الاغنية قاعدين في المكان اللي هم هيتفرجوا منه والزبط طبعا بيكون موجود معه بيتفتح الباب وبيخشوا اللاعبين وبتكون اللاعب عبارة عن لحين زجاج واحد يكسر لو دوست عليه واحد يقدر يشيل اتنين او تلاتة لعيبة والمطلوب ان انت تتعدل لما التاني بس طبعا اللاعب رقم واحد اللي كان نفسه يبقى في الطليعة حس دلوقت ان هو عمل في نفسه الدنيقة بتيبتدي اللاعبة وبيبتديها رقم واحد اول لوح بيبقى اللوح الصحيح تاني لوح بيبقى اللوح الغلط فبينزل على الارض وبيموت وبتستمر اللاعبة لحد مهامية بتزنوا البلطاجي وبتقول له انا اديتك اغلى ما املك وكدت مستعدة اديك كمان توصل الصجار يعني بس انت راجل جبان وبتقوم جاي واخداسه بليكس وواجده ونزله على الارض في الوقت ده بقى احدى الشخصيات بياجيبه الولا الزابط فبتشعشع في دماغه وبيقول له اقلع المسك فقال له ان انا لو قلعت المسك هنا هموتوني خدني في حتة بعيد فاخده فعلا فوضة بعيد وعمل له بيده كده وقال له انت جميل فالزابط عمله ويده كده وقال له قد ايه هو اجمل وبعدين طلع الموبايل بتاعه وبدأ يسجل اعترافه وقال له اقول لي بقى ايه اللي بيحصل هنا يعني جس في الوقت ده بكل اللعبة شغالة وفضل بس اربع لعبين والاخ ده كان شغال في مصنع ازاز فبيقدر يعرف من الناكاس الضوء لوح الازاز القوي من لوح الازاز الضعيف القائب بيلحظ الموضوع ده فبيجيب الملف بتاعه وبيلاقي كان شغال في مصنع ازاز فبيطفلوا النوع الوقت بيبقى خلاص هيخلص فسانغ بيزقه وبيخلص منه وبكده بتخلص اللعبة الخامسة وبيبقى فضل ثلاث لعبين بعد ما الوقت بيخلص بينضرب رصاصة على الازاز وبتيجي ازازة للأسف في ساي وبتعورها بعد ما الضابط بياخد اعتراف الراجل ده بيهرب وارقائب بيجي له خبر فبياخد الانش وبيطلع وراه الضابط بيفضل يقوم لحد ما بيبعد على قد ما يقدر وبيوصل لجزيرة بينزل على الجزيرة دي وبيطلع التليفون بتاعه وبيقرر يطلع في حتة فيها شبكة في الوقت ده سيونغ بيكون بيعاتب سانغ وبيقوله ان هو قتل الراجل الاخير ده وانه دمه في رقابته سانغ بيبرره وبيقوله ان دي لعبه ولكن سيونغ بيبقى يشد معاه وفي الوقت ده بيخشوا الحراس وبيدلهم هدوم جديدة وبيهنهم وبيقولولهم يغيره ساي بتاخد الهدوم بتاعتها وبطرق الحمام وبيكون باين جدا ان الجرح بتاعها ده خطير بيعملولهم وليمة بمناسبة ان هم اخر تلاتة موجودين في اللعبة وبعد ما بيخلصوا اكل بيسيبوا لكل واحد فيهم سكينة وبيسمحولهم ان هم ياخدوها معهم العنبر وفي تلك الاسناء بيوصل القائد للجزيرة وبيلاقي انبوبت الاكسجين اول حاجة بيعملها ان هو بيضربها فبيسمع الزابد صدر بالنار فبيحاول يرسل الفيديوهات اللي معاه لرئيسه في الشغل بسرعة وبيفضل القائد يدور عليه لحد ما بيلاقيه القائد بيقرب منه والزابد بيقوله ما تقربش ولكن القائد بيقرب فبيضربه بالنار الحراس بيطبع هتدخل ولكن القائد بيقوله ملكوش دعا وبيطلب تاني من الزابد المسدس والتليفون اللي معاه ولكن الزابد بينشف دماغه وما برضاش الدهم له فبيضطر القائد ان هو يكشف القناع لان هو عارف ان هو اتبغه جزمة وبيطلع القائد اخوه بعد صدمة كبيرة بيتعرض لها الزابد بيرجع تاني القائد يطلب منه المسدس وهيسيبه يمشي ولكن برضو ما بيقبالش فبيضطر ان هو يضربه بالنار وبيقتل هنا القائد اخوه اللي هو ببرع له بكليته القائد هو اللي كان ببرع لاخوه بكليته بس الشغل شغلي يعني بيرجعوا تلات لعبين للعنبر وبيبقى سيونغ ناوي قتل سانغ ولكن ساي بتمنعه وبتقوله لا وبتبدأ حالتها تتدهور وهنا بقى بيشوف الجرح بتاعها فبيجر سيونغ على الباب وبيبدأ يخبط على الباب وبيطلب من الحراس ان هم يدخلوا الحراس بتدخل فعلا ولكن بيدخلوا بساندوك وده لانهم شايفين في الكاميرات ان سانغ قتل ساي سيونغ بيحاول يضربه ولكن الحراس بتمنعه اللعبة السادسة والاخيرة لعبة الحبار لعبة الحبار عبارة عن مدافع ومهاجم بتتعمل قرعة وسيونغ بيختار المهاجم لعبة الحبار لعبة كورية قديمة وكانوا اللي اتنين بيلعبوها مع بعض الزمان لان هما الاتنين متربيين مع بعض في نفس الحارة ده شكل ملعب لابت الحبار الراس اللي فوق دي راس الحبار والقاعدة اللي تحت قاعدة الحبار المطلوب من المهاجم ان هو يطلع من قاعدة الحبار يوصل لراس الحبار بكده يكسب المطلوب من المدافع ان هو يمنع المهاجم ولو قدر يطلعه بره شكل الحبار كله المدافع كده يكسب ولكن بيبقى فيه قيود على المهاجم ان هو لازم يمشي على رجل واحدة ولكن في حال قدر يقطع الملعب بالعرض من النقطتين اللي في الجنب ساعتها بس يقدر يتحرر ويمشي على رجليل اتنين وطبعا بكده الفوزة هي بقى اسهله بكتير فطبيعي يكون اول حاجة يعملها المهاجم قبل ما يخش الشكل اصلا ان هو يقطع الملعب بالعرض عشان يقدر يمشي على رجليل اتنين لانه لو دخل الشكل برجل واحدة اكيد المدافع هو اللي هيكسب لانه مستحيل طبعا يوصل لرأس الحبار برجل واحدة اللعبة هي هي بنفس القواعد ولكن زاد عليهم ان كل واحد فيهم معه سكينة سيونغي مهاجم وسانغي مدافع سيونغي بيبدأ يمشي على رجل واحدة وبيروح على طول على النص الحبار زمان عشان سيونغي يكسب كان بيقول له امه الجاية هناك بعيد ولكن المراضي رمى بالرأم لفوشه ويقدر بسهولة جدا ان هو يقطع الحبار وبكده يقدر يمشي على رجليل اتنين في الوقت ده الجو بيغيم وبتبدأ الدنيا تمطر وطبعا بالنسبة للناس اللي فيه اي بيه دي متعة فلوسهم حلاء سيونغي بيخوش الملعب وبيحاول يوصل لرأس الحبار وسانغي طبعا بيمنعه وبيحاول يطلعه برق ملعب عشان يكسب ولكن ما بيقدرش وبتستمر الفوائد دي بقى حوالي يجي نص ساعة كده لحد ما سانغي بيتعب وبيرود على الار وبيبدأ سيونغي يتوجه لرأس الحبار وهو مصاب برضه وفي الوقت ده الحارس بيطلع سلاحه وبيروح لسانغ لان بمجرد ما سيونغي يوصل لرأس الحبار يبقى سانغي خسر وهيموت ولكن سيونغي قبل ما يلمس رأس الحبار بيفتكر ان هو متربي مع سانغ فبيرجع للحارس وبيقول له البندر رقم 3 في العقد بيقول اذا وفقت الاغلبية ان هم مش حاولين يكملوا الالعاب فالالعاب تقف فالحارس قال له انت شارب ايه ولكن الحارس بيمسك الجهاز وبيبلغ القائد وقبل ما يجيلوا الرد من القائد بيمسك سانغي السكينة وبيموت نفسه وبيقول له سيطة قم يصد وبيكسب سيونغي الجايزة اللي قميتها 45 مليار ون القائد بعد كده بياخد سيونغي في عربيته وبيوصله تاني للمكان اللي هم كانوا خدوه منه في اول مرة وبيدلو كريدد كارد بحساب عليه الفلوس سيونغي برجع الحارة وهو راجع بتشوفه مسانغ بتبقى مفكرة يعني ان هو طالع من خناقة فمن حنيتها رحك جابت له كيس سمك وقالت له كل ده انت وممت حاولي اديها فلوس ولكن ما رديتش بيبدأ يمشي تاني فبتسأله وسانغي كلمك ولا سمعت حاجة عنه قريب فما ردش عليه بيرجع سيونغي البيت ويفتح الباب بيلاقي ممتو مرميه على الارض وبتكون ممتو ميتة بقالها اكتر من يوم سيونغي بيكتق فترة وبيعيش حياته كمتشارك وما بيقربش للفلوس دي لدرجة ان هو تقريبا كمحرمها على نفسه البنك اللي هم حطله في الفلوس كلمه واستقبله مدير البنك شخصيا فبيقوله حضرتك من ساعة محطات فلوسك عندنا ما شغلتهاش ولا سحبت منها اي حاجة فالبنك يعني هيبدأ يعمل نشاط لو انت عايز تشغل فلوسك يعني ده يبقى لنا الشرف فسيونغي ساء لو انت بعيتل عشان كده قاله اه فسيونغي بيقوله طيب اذا كان كده بقى وما مشانا ولكن قبل ما امشي ممكن اطلب منك طلب قاله باش انت لو عايز نسونا جيب لك قاله ممكن تسليفني عشرة تلاف هون اصلا انا ما تعشدش من انبارك مدير البنك بيطلع له الفلوس ومش فاهم اي حاجة في اي عاجة بالليل بيبقى سيونغي قاعد على البحر سارح في ملكوت ربنا بيتجلوا واحدة عجوز بورد وبتتحيل عليه ياخد منها فبياخد منها الوردة وبتبقى الوردة فيها كارت والكارت فيه عنوان ومعاد وكلمة بتدل ان هي من الراجل العجوز اللي كان معاه بيروح سيونغي فالم في المعاد وبالمجرد ما بيشوف الراجل العجوز بينصدم وما بيبقاش فاهم اي حاجة الراجل العجوز بيقوله ناول نشرف فبيناوله الميا وبعدين بيشور على واحد الشارع وبقوله الراجل ده قاعد محد ساعده من الصبح فسيونغي بيبدأ يسأله وانت اللي كنت مخطط الكلام ده كله قاله تفتيك ان ممكن حد يساعده فسيونغي قاله رد علي قاله بقولك ايه تلعب لعبة معي لو الراجل العجوز ده حد ساعده قبل الساعة اتناشر هجاوبك على كل الاسئلة اللي انت عايزة ولكن لو محدش ساعده انا كسب سيونغي بيسك فيه وقال له بطل حماقة فقال له حبيب ما انت لو مهوتني مش هتلاقي حد يجاوبك على حاج ايه ده شوية سيونغي بيضطر يسيبه وبيقبل التحدي بتاعه ولكن بيقول له لو حد ساعده على الساعة اتناشر هقتلك انا باديه فقال له طيب وانت لو خسرت اتعمل ايه قال له خد كل حاجة خد كل الفلوس بيسكوته شوية وبعد فترة بيسأله سيونغ انت كنت عايز تقابلني لين فالرجال العجوز قال له ان هم قالوا لي ان انت ما صرفتش ولا ما الليم من الفلوس بتاعتك هو انت حاس بالزنب بس سيونغ قال له زنب زنب واحد فالرجال العجوز قال له بس ده حقك انت كنت محظوظ وبرضه لعبت كويس وبعدين بيقول له هقولك على حاجة انت عارف ايه المشترك ما بين واحد معا فلوس كتير جدا واحد معاوش فلوس خالص ان الحياة في كلها الحالتين ما بتبقاش ممتعة وهو ده اللي كان حصل معايا انا والناس الاغنية اللي هم الفعي بيه من فترة الحياة بالنسبانا كانت مملة جدا فقررنا ان احنا نعمل حاجة جديدة ونعمل لابة الحبار وده عشان نستمتع فالسيونغ قال له عشان تستمتعه وتموته كل الناس دي فقال له خلي بالا احنا ما غصبناش حد على حاجة وكلكم لعبتوا بقراضتكم وحتى يوم ما تقسمت ومية لعب عايز يكمل ومية لعب مش عايز يكمل انا قلت لا ورجعتك وكلكم بيوت ومع ذلك كلكم رجعتوا تاني وبما فيهم انت فسيونغ سأله اللي خلك انت تنضم للعبة قال له انا صغير كانت متعتي في حياة ان انا لعب مع صحابي واي حاجة كنت بعملها مع صحابي كان بيبقالها طعم وكان الوقت فاعتها بيعد من غير ما حسي وكانت الحياة حلوة وعمري ما كنت هحس الشعور ده وانا قعب بتفرج مع الفي اي بي فحبيت ان انا اشترك وحس الشعور ده تاني فقال له طب واستمتعت قال له تفتكر لو انا ما كنتش مستمتك وكنت هسيبك تعيش انا سيبتك تعيش عشان رجعتيني ذكريات حلو طبعا كده العجوز جاوبة على كل اسئلته قبل ما تيجي الساعة 12 وقبل ما تتم 12 بقيقة بيجي ناس وبتساعد الراجل الفقير ولكن في نفس الوقت بيكون العجوز مات بيقرب انه سيونغ وبيقول له انا اللي كسبه وبيمشي سيونغ بعد شوية بيجي القائد وبيغمض عينين للراجل العجوز وبيفتكر وهو بيقول له اعتزغ للضيوف لاني مش هقدر اتفرج معه فالقائد سأله ممكن اعرف ليه قال له من المستحيل ان انا استمتع وانا بتفرج اكتر ما كنت مشترك بيطلع سيونغ من عند الراجل العجوز وبيروح يغير لون شعره وبيروح لخساي في الضر اللي هو فيه وبياخد اخوها وبيوديه لامه سانغ وبكده سيونغ يبقى عمل للعلي عوض الولد شوية عن فقدان اخته وبوضع عن امه اللي في كوريا الشمالية وعوض امه سانغ على فقدان ابنها سانغ بعد ما سيونغ بيمشي بتفتح الشنطة امه سانغ بتلاقي فيها فلوس كتير جدا وبتلاقي ورقة مكتوب فيها ان ده دين عليها لسانغ بيقرر بعد كده سيونغ يسافر امريكا عشان يشوف بنته ولكن قبل ما يروح المطار وهو في محطة القطر بيشوف واحد بيلازق لواحد والرجل ده هو اللي كان بني مع سيونغ الموضوع من الاول فسيونغ رمز شنط وطلع يجري وراه وبيقول يا ولا دل ولكن على ما بيكون وصل بيكون الرجل ركب القطر فبيرجع للرجل التاني وبياخد منه كارت وبيقول له لأ روح لامك ومن الواضح كده ان لعبة الحبار هيبقى لها جوزء تاني ما تنساش تعمل فلو لو انت على الفيسبوك وسبسكرايب لو انت على اليوتيوب ويا الله سلام